أكيد هدو تحياتنا كمان لأحمد النجار وزوجته والحياة أكيد هي مشاركة ومعنا اليوم المتخصصة في العلاقات الزوجية والأسرية الدكتورة نادية عبدالله يسعد لصباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بك يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين أهلا وسهلا فيك طبعا دكتورة شفنا يمكن أحمد النجار نعم وشفنا مشاركة مع زوجته هي ما نعتبرها مشاركة بمعنى مشاركة لأنها حاليا بدون وظيفة لكن إن شاء الله يرزقها الوظيفة الجميلة والتي تتمناها خلينا نتكلم على موضوع المشاركة هل شيء صحي وسليم يعني لحياة زوجية مستقرة أنه يكون في حساب بنكي موحد بين الزوجين ونبدأ قبل كل شيء بحالة أحمد وزوجته أيوة حالة أحمد وزوجته زي ما حضرتك تقولي أستاذ خليل يعني هي ده النمط الجديد اللي هو في العقود الأخيرة أصبح بيظهر في المجتمعات العربية بتاعتنا اللي هو أصبحت فيه المرأة بتعمل وعندها دخل مادي ومع متطلبات الحياة وصعوبة المصاريف أحيانا أصبح أنه يعني مطلوب مساهمة الزوجة فخلينا هنا نأكد على حاجة احنا كلنا عارفينها وحتى يعني في اللقاء الزوجين أشاروا إليها أنه هو الأساس يعني من قبل كده من 60-70 سنة في توماس لأن كان الوضع العادي أنه الزوجة هي قاعدة في البيت والزوج هو من يسعى لكسب العيش يا سلام أيه دلوقتي النمط الحياة في العقود الأخيرة اختلف المرأة نزلت ميدان العمل وبقوة وأصبحت عندها استقلالية مادية وبتجيب دخل مادي فلما تيجي هنا تبقى هي زوجة ويطلب منها أن هي تساهم في مصرفات البيت الموضوع هنا محتاج يأخذ في عين الاعتبار في بعض النقاط أنه ما فيش إجبار المساهمة محتاجة تكون بطيب خاطر يا سلام ولابد الموضوع يكون على طولة النقاش لأنه إيه الحاجات اللي استدعت حاليا أنه أنا كزوجة راح أساهم مع زوجي ومعظمنا كستات وزوجات نحب أنه عندنا العطاء هو حاجة طبيعية عندنا الظروف اللي حواليها الموضوع هي دي بتختلف حسب كل زوجين نحن نأخذها بعد أن نوزها وزي ما قالت الدكتور نذكر أنه صحيح أن القوانين والشرق يخول بأن الرجل هو يدفع حتى لو الزوجة كانت تعمل وعندها دخل مادي ولكن زي ما قالت هي بطيب خاطر بحب بود كون الموضوع مشاركة لو سألنا لك ونبغى نبني هالتكاليف هذه على عدة أشياء الزواج على مين هو سؤال لطيف خالص يا أستاذ خليل بس حضرتك عارف أن هناك أمور تدخل فيه كل مجتمع أو كل دولة أو كل بلد من البلدان العربية عنده يعني عادات وتقاليد وأعراف معينة فدي نقطة هنا ستدخل ولكن اللي أنا عايزة أقوله أنه إذا الزوجين اختاروا أنه هما يتشاركوا في تكاليف العرس وليلة الفرح وكلام ذا ده شيء يرجع لهم وغالبا هو هيكون برضو تعبير عن حبهم لبعض شهر العسل ينطبق لنفس الشيء؟ والله يشوف شهر العسل أنا أحس أنه ده هدية للزوجة يعني هو هدية للزوجة الأولاد عالمين بغض النظر عن المجتمعات موضوع رسوم الأولاد المدارس رسوم الأولاد دي بقى حاجة هنا دي جدية ده موضوع جدي لأنه فيه الأطفال عندهم التزامات ومحتاجين تكاليف الكائن الحي ده مش جاي كده محتاج شألة فلوس فإذا الوضع المادي أصبح أنه يتطلب أن الزوجة تساهم ما هي حتى تساهم عشان مين عشان عيالها يعني على مين مشاركة إذا هو الدخل بتاع الزوج ثابت من يوم ما تجوزه وبقى فيه طفل طب هنوزعه إزاي حاليا في الوضع الحالي فممكن هنا مشاركة الزوجة هتساعد فيه أنه يبقى فيه بحبوحة في العيش وإعطاء فرص أكبر للطفل لأنه يدخل مدرسة أحسن طيب خلينا نروح للأكل اليومي والشربة على مين على الزوج أو على الزوج أو على المشاركة بالإضافة لطلعات الويكين طيب يعني من خلال كمان هي مش رأي الشخصي يعني أنا هنا بقول رأي كمتخصصة فبنشوف حالات ومن خلال دراسة ومن خلال تحليلات وحاجات كتيرة لا المصاريف الرئيسية دي هو الزوج محتاج أن هو يتحملها هو يدفع والزوجة تطبخ ممكن كده هو بالاتفاق هو بالاتفاق يعني طبعا كل ما بيكون في بينهم مساحة حب كده وثقة وود بيبقى فيه سهولة ما بتبقاش الأمور يعني فيها جدية زيادة عن اللزوم أو تأخذ على كرمة المرأة أنا فيه نقطة مهمة أوي عايز أقولها هنا إنه من الحاجات اللي بتسبب خلافات بين الزوجين حوالين المصرفات هي المقرنة إنه حد فيهم يبص الأزواق تانيين ويشوف هما بيعملوا إيه ويعمل زيهم حط تحتها مئة ألف خط ممنوع ممنوع تقرنوا وضعوكوا بوضع ناس تانيين بس بعضهم دكتورة يربط إنه يقول لك والله أنا ما أشارك الزوجية تقول أنا ما أشارك في المصاريف الزوجية الزوج في المقابل يقول لك أنا ما أساهم وأشارك في الأعمال المنزلية تمام ما هو علشان كده نحن دلوقتي بنقول إنه النمط الجديد للزواج والعلاقة الزوجية أصبح شراكة أصبح فيه شراكة وبالتالي مدام أصبح فيه شراكة أصبح كل شيء قابل للتفاوض بما فيها مساهمة الزوجة في المصاريف المنزلية دي نقطة ممتعل أهمية يعني تفضل طيب يعني هو السؤال الأخير بس يعني أنت إجمالا بعد ما نأخذ مختصر وزبدة هذا الموضوع مع الحساب المشترك أو الحساب المنفصل الحساب البنكي المشترك شوف كل واحد له مزايا ولو عيوبه أنا يعني من خبرتي العملية أشوف أنه مزايا الحساب المنفصل أكتر بتحفظ الخصوصية المالية لكل من الزوجين وفيها حفظ للحقوق لو لقدر الله صارت مشكلات الميزة يعني نقول الأكبر لوجود حساب بنكي مشترك هو واحد بس في حالة غياب أحد الزوجين وفي حد محتاج يدفع مصاريف في غياب الطرف الآخر ما فيش سهولة للوصول للحساب البنكي لكن يعني في الإجمال الأفضل يكون في حساب بنكي منفصل أنا عاوز أضيف نقطة مهمة معنى المال من الحاجات اللي بيختلف عليها الزوجين دي نقطة النقطة التانية وهي مهمة جدا أنه المرأة حتى لو بتساهم في المصروفات المنزلية مهمة جدا جدا أنه الزوج يضع في اعتباره أنه من قيم المرأة واحتياجاتها الرئيسية هي الرعاية فحتى لو هي بتساهم ماليا لابد أن هو يقدم لها الرعاية المالية في صورة مصروف أو نفقة الله يضعك العافية دكتورة نادي عبد الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لنبدأ رجو كانت